مواجهة أمبي لأربعاء القادم إن شاء الله بإذن الله والنهاردة خلينا أقول لكم أنه مفيش تدريب مستر يكارل سوارش قرر أنه يريح الفرقة وبكرة إن شاء الله يبدأ استعداد الفريق لمواجهة أمبي في يوم الأربع اللي جاي من الأوراق اللي ممكن نشوفها عودتها طبعا رامي ربيعة بالتأكيد لأنه هيكون موجود مع الفريق في المباراة القادمة بعد انتهاء الإيقاف واحتمال كبير جدا كوكا النهاردة بيخضع لكشف طبي تعرفين حضراتكم أنه ديانج السلية حمدي بدأوا فترة الراحة السلبية وبالتالي أعتقد أن الخط النص الأهلي محتاج للعيب زي كوكا وخصوصا أنه الولد في الفترات اللي اشترك فيها قبل كده أثبت أنه لعيب يعني وماشى كويسة جدا فمن حقه كمان ياخد فرصة عشان نقدر نقايمه ونحكم عليه في المتبقي من مشوار الدولي على كل أحوال حسب نتيجة الكشف الطبي النهاردة يتحدد موقفه من دخول قايمة الفريق في مباراة أمبي